حجاج بيت الله الحرام لأداء الركن الأعظم من الحج وبدأ ضيوف الرحمن التوافد على عرفات في الوقت الذي أعدت فيه قيادة أمن الحج خطة متكاملة لتسهيل عملية التصعيد وتتضافر جهود مختلف الجهات المعنية بأعمال الحج لهذا العام وسط منظومة من الخدمات الأمنية والصحية والتنظيمية بما يسهم في انسيابية حركة جموع الحجيج وسلامة استقرارهم حيث هيأت وزارة صحة السعودية أربعة مستشفيات موزعة في أرجاء المشعر إلى جانب 46 مركزا صحيا جهزت بكامل مستلزماتها يباشرها فرق طبية بمختلف التخصصات